زارت منظمة الصحة العالمية مستشفى الشهداء الأقصى بدير البلح حيث اطلعت على معاناة العاملين في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية بينما يعمل المستشفى على مولد واحد بعد تعطل أحد المولدين الرئيسيين فيما ينذر بحدوث كارثة إنسانية تمام مبارح قسم استقبل وطورة استقبل حوالي 420 حالة مرضية لا يزال ناتش عن الاستهدفات المخيمة في المناطق الوسطى كان معظم الحالات تعاني من بتر واصابات في البطن واصابات في الدماغ وحروق هذه الحالات تحتاج إلى رعاية عالية طبعا أجانا كمية الحالات أجت خلال ساعة واحدة حوالي 420 حالة تصنف منها 150 حالة أصابة خطيرة بالإضافة إلى حالات متوسطة وحالات طفيفة في نقص من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود يعني في مستشفى شهداء الأقصى ينقصنا الأدوية تنقصنا مستلزمات طبية ينقصنا أجهزة في داخل أقسام العناية المكثفة ينقصنا أجهزة لمرضى غسيل الفشل الكلوي الذي أصبح تعداد المرضى أكثر من أربعة أضعاف لا سمح الله لتوقف هذا المولد سيفارك الحياة وخاصة المرضى والمصابين الموجودين في العناية المكثفة وكذلك الموجودين في داخل الحضانة وفي غرف العمليات وكذلك المرضى غسيل المرضى الفشل الكلوي ترجمة نانسي قنقر